هنبتدي بنفس القاعدة اللي ابتدينا فيها تكلمنا عن فوايد زيت جوز الهند اللي هو بيبقى قوامه احنا جايبينه من رجب العطار اغلب الزيوت هنا والحاجات اللي من العطارين من رجب العطار العطارة الاقدم والاشهر في مصر الرفيق البرنامج هناخد اي دلوقتي نفس اللي خدناه الاول ونتكلم عن الجديد هناخد برضو كربونات السودا معلقة ونص هناخد معاها كبيرة ونص هنحط معاها برضو سكر عشان احنا متعودين على السكر اللي هو دايت الطبيعي ده الستيبيا فيه المانك فروت وعلى فكرة الستيبيا اسم شجرة بس فيه برندات مكتوب عليها طبعا ستيبيا والمانك فروت اسم الثمرة اللي بييجي منها السكر هنستخدم من رجب العطار زيت النعناع زيت النعناع حيدينا طعم حل وبنفس الوقت النعناع من الحاجات اللي لها دور في تخليص رقاحة الفم الكيها طبعا بيعمل علاقات للبكتيريا الموجودة في الفم المسببة للرائحة الكاريهة قلتلكم الروايح يعني اهلينا لما كانوا يحطوا الفحمة في التلاجة عشان الريحة يعني بكتيريا فاحنا مش عايزين ريحة ولا عايزين بكتيريا فلازم نقتل البكتيريا وكمان بيحمي الأسنان من خطر التسوس هنستخدم زيت طبيعي فهنحط تقريبا معلقة صغيرة من زيت النعناع كل ده طبيعي هناخد دلوقتي يقولك معزز بالكالسيوم عشان صحة الأسنان المواد كلها بتبقى مواد صناعية تيجو ندور على أكتر حاجة موجودة في مطبخنا وفيها سبع مرات كالسيوم أكتر من الحليب يا كنترول سؤال ليكم السمسم ده سمسم مطحون باودر شايفين كمان فيه ترميلة كده طحنه ترميلة دي سنفرة طبيعية وكل السنفرة دي بتطلع شوية زيوت اللي مليانة كالسيوم هنحط هنا معلقة كبيرة من السمسم المجروش مطحون لمطحنة البهارات حل؟ بعدين عندنا هنا إيه؟ عندنا الطمي فيه طمي اللي من عند العطار الطبيعي اللي منعمل فيه المسكات وفيه حاجة اسمها بانتوناين كلي ده بيجي من الهند علبة كده معروف نوعه مش براند يعني الاتنين زي بعض ويمكن يكون ده أحسن أقولكم الطمي مفيد لينا إزاي؟ أنا عندي هنا بيقوي بيطهر من الجرافيم ويحمي من التعفن والبكتيري يعارفين لما سنننا تبقى فيها أنا واحدة بخاف من دكاترة الأسنان أعترف على الهواء كان عندي bad experience تجربة وأنا صغيرة كانت سيئة جدا تقريبا الحقن وهم برضو بيخوفون الحقن الكبيرة قد كده تقريبا تكسرت في سني فابتدوا يخدروني بقواه وشكوش بقولولي الكنترول والزرادية بتديت عشان أعمل أي بلوسيجر أي إجراء في سناني أتخدر تخبير كلي فأنا من ساعتها بقى عندي زي ما تقولوا فوبيا من دكاترة السنان يعني اللي بروح لهم بسلم عليهم استحملوني بعدين دكتور الجماعة بيقعد تقول له مثلا لو وجعني وانت بتحفر أنا هاديك إشارة قدي الإشارة ويقول لي ثواني طيب ثواني ما يكون خلاص بقى النفس قطع مش قادرة فأحافظ على سناني أحسن على كل حال بطول عشان أروح دكتور السنان لو عندي أي كسر أو حاجة في سناني وبيحصل ما بروحش للأسف إلا بيحصل تعفن مهما نظفنا كويس ما بيدخلش ما مننظفش بشكل بيدخل جوه السنانه ده المضمضة حتفيدنا فيه جدا بس ده الطمي الطمي ادخلوا وشوفوا وصفات معجون السنان هتلاقيهم بيستخدموا البنتو ناين كلي طب نجيب الطمي منين من رغب العطار أو من العطارين هنحط معلقة ونص من الطمي ده ونخلط بشوية مية زي ما عملنا في المبيض الأسنان كده عملنا معجون سنان طعمه حل ونعنا وبنفس الوقت معانا يعني مسكر وحطينا فيه كالسيوم ومقشر وطبيعي وصحي وما فيش أي حاجة في المعجون ده كربونات الصودة طبعا ما فيش أي حاجة في المعجون ده ممكن تبقى ضرة أو تحتاج حتى تخزين في التلاجة بالزات في الشتاء بيقعد معانا تقريبا يعني أسبوع ما فيش فيه أي حاجة ممكن تجوز أو تقطع بس ما نحطوش في الصيف مثلا في الشمس وكده لأ هنحطو في علبة وده حيعمل سنفرة بسيطة يومية للأسنان هنيجي دلوقتي بعد ما نغسل سننة عايزين الماثواش وصول الأسنان أنا ده معتمداء بقالي شهور وعايز أقول لكم إنه هو أصبح كمان أول حاجة بتدخل على معدتي الصبح هتقولولي بتكديئة ما كله مكونات طبيعية مش ده مع إنه ده حتى الطمي أقول لكم سري يعني بس أنا دخلة بمرحلة أعمق شوية من الديتوكس حابق أن نوصل لها يعني بعمل بنسميها لبخة أو كومبراسز للكبد والكلا من زيت الخروة و بنلبس زي حاجة عارفين كوافيل للأطفال كده حاجة من القطن بنلبسها عليهم وبالوقت ده إحنا بنسحب السموم من الكلا ومنبقى عايزين نعمل من الكبد سوري من هنا أو الكلا برضو بس أنا بركز على الكبد في يوم يعني الديتوكس ده وبنبقى عايزين سابورت من جوة تنظيف قوي فبأخذ حبوب فحم مع مية عليها مية قلوية من القلة عليها سنة بنتونين كلي أو الطمي سنة بسيطة و في حاجة اسمها سيموس اللي هي نوع من التحالف البحرية حنوصل وجهاش مبارا لما يبقى في ميكاب عجبنا ولا بيرفوم نلف في مصر كلها وانلاين عشان نلاقيه أنا بعمل كده في الحاجات الصحية فباخدوا استنوا أصبت ده باخدوا يوميها معاهم عشان ببقى عاملة ديتوكس قوي وعايزة عمل سابورت دعم للكبد والكلا وأنا بعمل إلا بخدي معجون أسنان طبيعي يومي إيه رأيكم طيب معانا دلوقت